أسداها السيد رئيس الحكومة ومن خلاله السيد وزير الداخلية للولات للقيام بردع كل من يخالف هذه الإجراءات تحدي صعب يواجهه ولات الجمهورية أمام استهتار وتهون المواطنين الذين يرفضون الانتثال لإجراءات الوقاية من الفيروس فهل ستكفي تدابير الجهاز التنفيذي المحلي للضع هؤلاء أم أن الحكومة مطالبة بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها مشاهدين إلى نقاش الظاهرة اليوم موجة ثانية لجائحة كورونا تعيشها الجزائر منذ قرابة الأسبوعين ارتفاع مقلق في عدد الإصابات بالفيروس وتزمن ذلك مع الدخول الاجتماعي عودة التلاميذ إلى المدارس وأيضا اليوم إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد سبعة أشهر أو أكثر من الانقطاع ما يطرح تساؤلات حول إمكانية العودة إلى الحجر الصحي خاصة وأن الوزير الأول كان قد أكد بأن فيه احتمال اتخاذ إجراءات قاسية في حال استمر عدد الإصابات في الارتفاع بهذه الطريقة إذن لتفاصيل أكثر عن الوضعية الوبائية في الجزائر أسعد باستضافة الدكتور لياسم رابط رئيس نقبة الوطنية لممارسية الصحة العمومية أهلا وسهلا بك الدكتور أهلا وسهلا كما أرحب بضيفي في البلاطو الدكتور شرف الدين بناب أستاذ مساعد في الجراحة العامة أهلا وسهلا بك الدكتور أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة البداية سننطلق من الحدث اليوم وهو إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد قرابة أو أكثر من سبعة أشهر من الانقطاع في مساجد الجمهورية يعني كيف يمكن أن نستغل صلاة الجمعة لتحسيس الجزائريين بضرورة الوقاية من فيروس كورونا خاصة وأنه شاهدنا خلال ثلاثة أشهر من فتح المساجد للصلاة كان ربما المكان الوحيد الذي شهد ربما التزام بالبروتوكول الصحي دكتور مرابط بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الدعوة ومشاركتي معكم شخصيا أن تخل في باب التحسيس والتوعية بهذا الوضع الوضعي الذي رأنا فيه ونذكر أنفسنا نذكر المواطنين بأن الفاعل الأول والأخير في نجاح المخطط نتعلم الوقاية لمكافحة هذا الوضع الوبائي واحتوائه هو إحنايا نحن على مستوى الأشخاص كل واحد نحن هما الجنود ونحن هما القادة ونحن هما المفتاح للخروج من هذه الأزمة الصحية بشرط أنه نلتزم ونتفعل إيجابيا مع الوضع الوبائي ومن هذا الباب نقول أنه كنا شفنا بعد ما تم الترخيص للعودة إلى الصلاة في المساجد منذ السابع شفنا شيء يوقفنا عليه في كل مكان وشهادات كثير من الناس نعرفهم في مختلف الولايات وحتى تقديدكم إعلاميين الصلاة في المسجد كنا شفنا أنه صراحة كان فيه التزام بالشروط الوقائية والبروتوكول الصحي كان مفروض على أماكن العبادة اليوم شيء الإضافي هو أنه بدنا نتدريجين في بعض الصلاوات ما كانش معنية لصلاة الجمعة اليوم الحمد لله عودنا ولنا إلى الترخيص لصلاة الجمعة بتدابير وقائية نتمنى أنه اليوم نقدرش نقيمه لأنه شخصين ما عندي صورة كاملة علاوش صراع عبر كل تراب الوطني ولكن الملاحظة أم وعني على مستوانا في المساجد اللي نعرفوها لقريبة لنا وشاهدة تانية بعض الناس اللي نعرفوهم يعني كان فيها نوع من اقتزام نتمنى أنه دايما نكون في مستوى الوعي هذا في مستوى هذا الحس المدني أولا والحس الديني كذلك لأنه الوقاية خير من العلاج نعرفوه هذا نعرفوه النظافة وأهميتها بالنسبة للمسلم هذا خطبة الجمعة يمكن استغلالها بشكل كبير في هذا العملية إضافة إضافة دور المسجد في التوعية والمرافقة عن طريق الخطاب الديني ليحسس ونركز فيه على الجانب البقائي والإجراءات التي يعرفها العام والخاص اليوم الكبير وصغير يعرفها في الجزائر وهي أساسا ثلاثة تباع الجسدي نظافة أيدي والإفداء الكمامة نعم دكتور بوناب ماذا عن البروتوكول الصحي المطبق في المساجد هل تعتقد بأنه يراعي خصوصية المسجد شكرا جزيلا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شكرا على الاستضافة ونحييكم ونحيوا مجوداتكم اللي تقوموا بها كإعلاميين خاصة في هذا الظرف اللي تمر به الجزائر على غرار دول العلم والجائحة اللي رانا نمر بها الأماكن يعني العامة وين يكون تواجد مواطنين ولا يتواجد فيها الكثير من الأشخاص عندها تدابير خاصة من بين هذه الأماكن المساجد المساجد هي أماكن يعني كانت فيها المائضات وفيها الأماكن وين يعني يقدر الإنسان يستعمل الماء ولا يستعمل يقدر أنه ينقل هذا الفيروس فالحمد لله قاموا السلطات والمشريفين على المساجد بغلق الحنفيات وغلق دور المياه وغلق الأماكن اللي يمكن أنه الإنسان يمر عليها وهو مريض فيخلف من وراءه الفيروس ثانيا لإجراءات التي تنص عليها الدخول إلى المساجد هي ارتداء الكمامة وهذا شيء جميل نحن نعرف أن الفيروس ينتقل عبر اللعاب لما يتكلم الإنسان ولا الهواء اللي يخرج من الفمتاع ولا من البومو من الرئاتين فهذا يقدر يحمل الفيروس فارتداء الكمامة يمكن أنه يحافظ على الإنسان وما ينتقلش الفيروس من شخص إلى آخر إضافة إلى ذلك المصلين يأخذوا السجادات معهم لأنه نعرف أنه يمكن أن الإنسان لما يسجد في المكان يقدر يخلف من وراءه لعاب أو يخلف من وراءه مخاط وما إلى ذلك فالإنسان لما يحضر السجادة نتاعه يمكن أنه يساهم في يعني نحبسه سلسلة العدوى وأكد في هذا المجال أن الإنسان نضيف إلى كل هذه الاحتياطات الإنسان لما يشوف روحه مريض أو يشوف روحه عنده أعراض أو عنده حمى أو عنده عنده زكام هو يقول بأنه ربما زكام من المفروض أنه لا يذهب إلى المسجد حفاظا على حياة المسلم نعم أنا ممكن أن نضيف نصحه لأشخاص لأشخاص الضعاف كبار في السن ولا عندهم أمراض مزمنة في المرحلة التي لدينا فيها هم مرحلي ضرفيا نقول باللي مليحة يبقوا يتفدوا الصلاة في المسجد لماذا؟ لأنهم صحة أنتهم ضعيفة يكونوا ممكن عرضة للإصابة بمرضة وتكون العواقب أخطر عليهم فعلا أرى أننا في وضعية اليوم بصفة عامة وضعية متصاعدة الوبائرة في تصاعد مستمر نعم نحميه هذه الأشخاص المسنين والمرضى في هذه النقطة تحديدا دكتور مرابط كيف يمكن ربما مراقبة المصلين أو حتى التحكم في عددهم يعني نحن نعلم أن صلاة الجمعة ليست كباقي صلاة الجمعة فرض على كل المسلمين يعني وأداءها في المسجد فرض هل يمكن فعلا تحكم في عددهم في هذا البروتوكول الصحي خاصة خارج المدن هي الأمر صراحة صعب صعب إذا كان إحنا كم مواطنين أنا قلت لكن إحنا ما تفعلناش بحس مدني عالي ما تعملناش مع الوضع هذا بشيء لازم أولا نذكر من بين الإجراءات التي مست هذا الصلاة الجمعة أنه بالنسبة للنساء غير معنيين غير معنيين هل يقول قاعة التي كانت تتوفر للنساء تم تخصيصها كذلك للصلاة يعني بالنسبة للرجال بشيكون فيه متسع أكثر ونحترم قدر الإمكان مسافة تباعد الجسدي إضافة أنه الناس راي يجي متوضي يقول ما استعملش بيت الوضع الناس يجي كل واحد بالزربية يعني بالسجدة يعني عند مدخل للمسجد فيه يعني ناس شباب مطوعين يعني يقوموا بالتعقيم يعني عند المدخل ويرقبوا يعني يسن ما عندهش كمامة ولا ممكن عنده أعراض ولا يسن لي عنده أعراض نظر هذا مفرغ منها الواحد اللي عنده شايف رحوه تعبان شايف رحوه هذا موسيه لهوا ويسعل شوية ويعطس عنده شوية حمة هو وحده يلتزم يكون مسؤول ويقول أنا ما نورحش نصلي في المسجد ممكن عندي هذا المرض وممكن نعدي واحد دخرين نعم هذا مفرغ منه ولكن فيه مراقبة نوعا ما في المدخل يعني عند المسجد الكل يبقى بالنسبة يعني الإزدحام وإلى كل مكان ما يكفيش القائمين على المسجد لازم يتدخلوا وفيه جمعيات يعني تصار على تنظيم الأمور وتفهم تفهم الناس يعني بالعقل أنه غير ممكن وهذه فيه صحة مصلحة ملكون أنه المسجد مثلا يسع بهذا البروتوكول يسع ميتين تلتمية خمسمية مصلي على الأقار لأكثر رغم أنه عادة يسع ألفين ولكن اليوم البروتوكول لما نطبقه هي الساعة خمسمية نقدرش ندخلو ونديرو أضعف مضاعفة وبعد نقلو لصراع مشكل في المسجد الفلاني حتى نفس الشيء بالنسبة لمؤسسة التربوية ولا لمؤسسة أخرى نعم دكتور بوناو ربما نعود إلى الوضعية الوبائية في الجزائر وإلى تصريحات وزير الصحة أمس قال بأنه الوضع خطير والمستقبل قد يكون أخطر هل هذا يعني بأنه الموجة الثانية التي تعرفها الجزائر هي أكثر خطورة من الموجة التي عرفتها الأشهر الماضية بارك الله فيك الموجة الثانية نتكلم عن الموجة الثانية أو ما معناها الموجة الثانية الموجة الثانية هو مصطلح في الإبيديميولوجيا في العلم الإحصائيات الموجة الثانية نطلق على الموجة لما تكون لما تكون عندنا مثلا موجة أولى عندنا عدد من الحالات متصاعد ثم أمبلاطو كي توقف الموجة ثم تنخفض إلى حد معين أو ربما تختفي إذا نزلت إلى حد معين أو اختفت ثم يكون هناك موجة أخرى يعني أعداد تتزايد فهي موجة ثانية إذن الجزائر تعيش موجة ثانية على غرار كل دول العالم هذه أولا ثانيا ما لاحظناه لأنه أنا أعمل في مستشفى الدويرة وفي قسم الجراحة وقسم الجراحة لمستشفى الدويرة منذ أبريل الماضي ونحن يعني مخصص كوفيد نتعاملوا مع الكوفيد كنا توقفنا مدة شهر في سبتمبر بدينا نعمل العمليات ثم الآن مع السيد الوزير والسادة المدير المدير الصحة ومدير المستشفى عاود رجعنا إلى الكوفيد والمصالح التي كانت تخدم الكوفيد في أوتو في جوي عاودت رجعت إلى الكوفيد نظرا لتزايد عدد المصابين ما لاحظناه في الميدان حاليا أنه هذه الموجة أكثر وأكبر حدة من الموجة السابقة المرضى لما يجيوا أو أهالي المرضى يقول لك كان يوم يومين بدأت عليه الأعراض ثم يقول أن كان كومليكي تعقدت الحالة نعم يوم يومين ثلاثة ينزل إلى مستوى يعني معقد وإذا نزل إلى مستوى معقد يعني تولي هناك أم أكثر تخصصية يعني نعيش نوجة ثانية يعني بحسب تصريح الوزير يعني الحالات في الارتفاع ارتفاع مقلق لهذا الحالات بالنسبة للأسباب وزير الصحة أرجعها إلى نوعية الفيروس قال بأنه فيروس خطير لا يمكن تحكم فيه ولا حتى معرفة التغيرات التي تطرق عليها هذا شيء كان يعني معروف منه هذا الدليل على أنه الحد الآن على سبيه صعوبة كبيرة في إيجاد لقاح وافي كافي ناجع بالنسبة لهذا الفيروس لأنه يتغير فيها ليه تغيرات جينية يعني بسرعة ومختلفة يقول ممكن اللقاح ليه تصلي توجده لما تشخصي نوعية من هذا الفيروس بلك أسابيع من بعد واللي لا يصلح علاش لأنه الفيروس هذا طرق ليه تغيرات جينية وأصبح الفاكسا اللي يدرناه ما عندوش مفعول لازم يعرف المواطنة علاش طول الحكاية عن الفاكسا والحد الآن ما هوش موجود ما هوش متوفر حتى في البلدان الأكثر تقدمان واللي تصنع اللقاحات الحد الآن ما هوش متوفر ما هوش موجود إذن هذا هو السبب الوزير كيتكلمها هكذا عندو الحق عندو الحق أنه فيها تشخيص لعزل لعديد لسوش يعني انتع الفيروسات في بلادنا وبلدان أخرى والحد الآن لما نتكلم على مرسيلية مثلا في المخبر اللي شرف عليه الأستاذ راولت مثلا يتكلم على أنه هما في سنة تقريب رهم في خمستاش النوع انتع نفس الفيروس يقول طرق عليه تغيرات على مستوهم يعني اللي سوش اللي يعزلوهم هما لمستوهم كان 15 النوع كان 15 النوع منها أنواع اللي تعطي أعراض خفيفة وكان أنواع اللي تعطي أعراض يعني فيها خطورة كما تفضل الزميل وقال حاليا را نشوفه بعض الحالات يعني تدهور للوضع الصحي انتعهم وتتعقد بسرعة بفعل أنه الفيروس الحالي ممكن التغييرات اللي تعطيها تعطي هذا الحدة في الأعراض وتسريع في التعقيدات مع الأسف خاصة الناس الكبار خاصة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ورغم أنه فيه ناس ما عندهمش أمراض مزمنة متوسط سنة نحن هم 30-40-50 سنة وبما فيها مهنيا مع الأسف في قطاع الصحة لأنهم معرضين مباشرة لخطر العدوى ويعملوا في ظروف أقل ما نقول لها هي ظروف هشة جدا على مستوى اللوازم الوقاية اللي أصبحت شبه منعدمة في كثير من المستشفيات والمؤسسات الصحية والخطر اليوم يعني الإنذار اللي ممكن وجهه يعني الأليرت اللي ممكن وجهه المسؤولين وزير الصحة بالدرجة الأولى وهو زميل يجب أن نعمل أكثر نشتهد أكثر لتوفير المسلزمات الوقائية لأن المهنيين يعني رهم يعاني أنا اليوم يعني اليوم صبح يعني يوصلنا خبر وفاة زميل آخر لنا ربي رحمه غادرنا يعني في مستشفى قصر البخاري يعني في بلايه الاندية يعني الزميل بودالي حمد ربي رحمه طبيب عام عمل في مؤسسة صحية جوارية الشهبونية حاليا في المؤسسة الشفية قصر البخاري كطبيب منسق النشاطات التبية وشبه التبية مع الأسف فقدناه اليوم صبح بعدما تعقدت الوضعية الصحية انتعوا بسبب الإصابة انتعوا رأنا تتجاوزنا العدد انتعى 132 حالة وفاة بالنسبة للمهنيين كل المهنيين من القطع الخاص من القطع العام الأغلبية الساحقة فيهم يعني تقرب أكثر من مئة حالة يعني هي من طاقم الطبي يعني من السلك الطبي ربي يرحم الكل كل توفى بما فيه جزائرين وجزائريات مواطنين ومواطنات أنا أنا أخص بالذكر كرقابة مثل هذا السلك زملائنا وزميلتنا اللي رأم في الوجهة رأم في الجبهة هذه شي اللي رمي طلبوا به اليوم بصفة مستعجلة للسيد وزير الصحة السيد الوزير الأول كل المسؤولين على كل المستويات يديروا مجهود أكثر لتوفير يعني مسلزمة الوقاية لأنه غير ممكن نواصلوا العمل في هذا الظروف بدون حماية إضافة إلى يعني يعني توفير المسلزمة العمل مسلزمة العمل حاب يقول أسرة متوفرة حاب يقول يعني مواد شخيص لازم تكون متوفرة للمتابعة وتسخيص في وقته لازم يكون كذلك أنا أتساءل يعني ورنا من تقييم من تحريات الوبائية الميدانية اللي انطلخ منذ شهور سنعود إلى هذا النقطة دكتور مرابط فاصل إشهاري ونعود لمواصلة النقاط من التحق بين اللحظة أهلا وسهلا بكم في بلاتو ظاهرة نيوز كنا نناقش الوضعية الوبائية في الجزائر تطورها وإمكانية العودة إلى الحجر الصحي أرحب جددا بضيفي في البلاتو الدكتور شرف الدين بناب أستاذ مساعد في الجراحة العامة والدكتور لياس مرابط رئيس نقبة الوطنية لممارسية صحة العموبية إذن دكتور مرابط كنت تتحدث عن عمل التحريات الوبائية يعني تم تنصيب خلية وطنية مكلفة بذلك أين وصلنا في هذا العمل الله يشوفي أنا شخصيا كطبيب وكإطار نقابي نقلت يعني كنقابة ممارسين طبيين في الصحة العموبية موجودين في الميذان ما كانش على مستونا لا أقدرش نعطيك رأي لأنه الحد الآن لم تقدم حصيلة أن تعهد العمل حد الآن ألور كرانا في وضعيات مستعجلة الإجراء المستعجل في الوضعيات الوبائية هي التحريات الوبائية يجب أن تتم يجب أن تتم بسرعة يجب أن تتم في أجل زمنية مقبولة ويجب أن تتم بمعدات بكوادر بشرية بإمكانيات لوجيستيكية يعني في مستوى الحدث لأن الحل في وضعيات وبائية كهذه ما هو كيف نعالج المرضى لأن المعالجة نعرفها وسائلها موجودة ولكن الكم الهائل من المرضى والعدد المتزايد والنسبة الكبيرة وكل ما يرتفع العدد كل ما يرتفع النسبات على الحالات المعقدة ومن الحالات المعقدة مع الأسف وفاية إذن الحل ما هوش في العلاج كيفاش نتكفل بالمرضى الحل كيفاش نغلق الحنفية اللي ما زالت تسيل الحنفية هي التحريات الوبائية التي يجب أن تكون في المستوى وتعطينا الصورة الواضحة أنتع كيفية انتشار الوباء في بلدنا وما هي البؤرة الأساسية ما هي البؤرة الفرعية وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ لما تكلموا على إجراءات مثلا كما الحجر أسكن ديروا حجر شامل لكل تراب الوطني أسكن ديروا حجر شامل لبعض الولايات أسكن ديروا حجر جزئي أسكن ديروا أنكوفريوثو كما درناه جوسكا بريزو ورامديرين وبعض البلدان هذا الشيء القرارات هذه تتخذ على الضوء الصورة التي تعطيها التحريات الوبائية والتي مع الأسف لم ترقى المستوى الحدث اللي رأنا فيه التحدي نتعناه هو نجاح تحريات الوبائية والحدي الآن ما زلنا ضعاف جدا على هذا المستوى ضيفي إلى ذلك ما نقدرش نتكلموا على تحريات الوبائية وإحنا ما نش قادرين نديروه لبسير لمالات نتوعنا ما نش قادرين نديروه لبسير حول المرضى لمصابين مؤكدوا إصابتهم بالكوفيد يعني تشخيص المرضى لا يوجد أي تطور في تشخيص المرضى مقارنة بيالجر أولا ما زلنا الحد الآن تصل تشخيصات أولا صعوبة كبيرة باش مريض عنده كل الأعراض باش نتحقوا بالإصابة نتعو صعوبة كبيرة باش تلقيلوا مكان ونديدو لبسير وذركوا لا تمام ونبوه في القطاع الخاص رأيتزدار بأسعار لا تعقل يعني غير معقولة مليون ومئتين زج ملايين مليون ونصف لا 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 نتكلم عن الابي سيار الابي سيار هذا الابي سيار يتزدار أقصى أدنى شير يتزدار بسبعمائة ألف وثمانئة ألف وكان نفس الشيء بالنسبة للإصابة عند الخواص يعني لا يقل عن عشرة ألف دولار يعتقدك صحة ذوك الإمكانيات كيف يقولون الشروط العمل بالنسبة للتشخيص شروط العمل بالنسبة للإستشفاء شروط العمل بالنسبة للتكفل بمرضة في الرعاية المركزة شروط العمل في نقل المرضى من مكان إلى مكان كلها ضرورية باش ننجح في المخطط ولكن أساس المخطط هو الجانب الوقائي تحسيز والتوعية باش المواطن يحترم الإجراءات وكذلك نجاحنا في العملية تنتحر نعم دكتور بناب ماذا عن الوضع في المستشفيات يعني أنتم في الميدان هل يمكن أن تنقلوا لنا الصورة يعني المواطنين يتحدثون عن اكتظاد يعني كبير في داخل المستشفيات حتى ربما الأطباء لا يجدون أماكن حتى لعائلاتهم في في ليس فقط في الإنعاش وحتى في غرف العلاج نعم قبل أن أجيب على هذا السؤال أبدأ ب إشارات إحصائية نحن نعلم أن الفيروس لما يكون هناك مئة شخص مصاب بالفيروس عدنا عشرين منهم يقدروا يتطوروا إلى حالات معقدة عشرين في المية خمسة في المية يقدروا يروحوا إلى الإنعاش والانتوباسيون والغيانيماسيون من الخمسة في المية هذوك يمكن أنه ثلاثة ولا ربعة في المية يعني من المصابين يتوفا إذن إذن طالقنا من هذا كل مئة شخص عدنا عشرين يشكلوا خطورة ولازم لهم المستشفى إذا كان عدنا ألف يعني عدنا مئتين نحن نعلم أن عدد الأسيرة محدود ما تخدرش لو كانت نخلق مستشفيات بين عشية وضحة إذن مدام عدد الأسيرة محدود هذه أمور يعني ما نقدرش نتحكموا فيها عدد الأسيرة مهما نزيدوا نفتحوا كل المستشفيات ويبقى العدد محدود الإمكانيات عدنا إمكانيات ولكن تبقى محدودة هذه ما تقدرش تتحكمي فيها اليوم تخدمي عندك عدد معين يخدم لك مثلا هذا الماسك اللي يستعملوه للأطيباء في حال تقدر ما تزيد إذا زادت الأعداد إذن لما نتحدث على أعداد رهي تزيد يجي نهاروين يحبس الإمكانيات ويجي نهاروين وهذا أحدث في العديد من الدول المتقدمة شاهدنا في الموجة الأولى في أوروبا في فرنسا في إيطاليا أنهم الأطيباء وللأسف يعني وصلوا أنهم يخيروا بين المريض اللي يداويه والمريض اللي سهلا يخليه يموت لماذا؟ لأنه مهما تكون قوة على الدولة مهما يكون تطور القطاع مهما يكون الإمكانية اللي عندك لو كان يزيد الأعداد يجي الوقت اللي راح تولي لا تكفي ونوليه في أمر أخرى لا قدر الله إذن إحنا هذا الأمور هذه مهما نزيده يجي نهار اللي ما نقدره إذن الحاجة اللي نقدر نتحكم فيها هي عدد الإصابات عدد الإصابات قلنا أنه في كل مياه كل ما نقصنا في عدد الإصابات راح نقصوا في عدد المرضى اللي لازم لهم الاستشفاء واللي لازم لهم يدخلوا هذه من جهة من جهة أخرى في الميدان نحن اللي لاحظناها اليوم قلت لك بأنه منذ أفريل فتحنا خمسة المصالح للكوفيد في مستشفى الدويرة أتكلم على مستشفى الدويرة تفتحي مصلحة الصباح على الساعة الثانية الثالثة يكون هذه المصلحة مفتوحة يعني مملوعة فشحال ما راح تقدري تزيدي المصلحة نادر الآن في الميدان في دويرة تقريبا كل المصالح راحي مملوعة أسيرة الإنعاش ما كانش بزيف على المستوى الوطني الشي اللي راح عدنا راح راح راحي خمسين ستين في المئة الان راحي مملوعة مية راحي جي نهار وين تملأ على آخرها وهنا راح نولي نقعه في مشكلة كبيرة نعم دكتور مرابط ماذا عن طريقة العلاج هل تم تطويرها أو دائما الاعتماد على البروتوكول و نفس البروتوكول المعتمد نفس البروتوكول يرى محتمد نفس البروتوكول يرى مستعمل ببعض الاختلاف ببعض الاختلاف بين مصلحة إلى مصلحة ولكن عادة الشي اللي نشوفه فيه نفس الموضادات الحيوية كانوا يستعمل بروتوكول تالكلوروكين إضافة إلى موضاد حيوي آخر وكانوا يستعمل موضاد حيوي وحده بدون اليدروكسيت كلوروكين ولكن الأدوية الأخرى كلها بأدويتها الأعراض لما تكلم عن الحمال براسيطامول لما تكلم عن الفيتامين سي ولا اللزنك وفيها أدوية أخرى تتمد على جال المضاعفات تعلوم المرض تخثورتها الدم والبروبلم تاليزونبولي هذو أدويات تتعطى لكل مرة تقريبا يعني للتقليل من المشاكل تخثورتها الدم والجلطات اللي ممكن تسبب فيها المرض بالتعقيدة تنتعو وكذا هو العلاج اللي أرها يعطى ولكن خليني برك نقول كما قال الزميل 80% على الأقل تعل المرضى ما لازم لهم مش علاج لا يسحقوش دواء وقعت في الدار بالأعراض البسيطة تتعو ياخذ دواء لجل الحمى لجل آلم تعالراس ممكن وياخذ يعني عصير ياخذ تيزان ياخذ ويدير الحجر الصحيحين تتعو في البيت باش ما يعديش حولو ما يعديش أخرين في 80% من الحالات هكذا ليبقى اللي فيها شوية تعقيدات تعقيدات يريد توجه المستشفى ولكن أنا حبيت نضيف شي كما قال الزميل لا سمح كما أكين قلوب لكل المصالح يعني خصصناها الكوفيد وامتلأت المواطن الكريم لا يسمع فينا يفهم بالمصالح الأخرى وشنوها ما كانش قاعة مغلقة وما تفتحناها نو هي مصالح كانت مخصصة لأمراض أخرى طيب النساء طيب الداخلي الحنج وراو الأنف لوف طالمو لاميسينانتان لاشيريوجي كل هذا المصالح النشاطات تنتحهم توقفت منها من يعني تم تحولها إلى مستشفيات أخرى ولكن بسرعة المستشفيات الأخرى كذلك يصيرها الكوفيد ونعاود ونغلقوا المصالح هذه المتخصصة إصبحنا في حلقة مفرغة لأنه الوتيرة انتقال العدوى مراش متحكمين فيها وهذه تعاود تقول لنا نتكلم على الأهم هي الوقاية والإجراءات الوقائية التي يجب أن نلتزم بها جميعا باش نكسر الحلقة تنقل العدوى وننقص من الحالات المرضية ونعاود ونقول له إلى النشاط في المستشفى نشاط عادي شبه عادي نعم ربما سؤال أخير لك الدكتور مرابط وللدكتور بناب هل كمهنيين هل تعتقدون بأنه أو تقترحون أو لديكم توصيات بخصوص العودة إلى الحجر الصحي نعم أحنا لما نتكلم على الحجر الصحي أظن أننا نشاهد تجارب قبلنا هناك تجربة الصينية هناك تجربة الكورية هناك تجربة الأوروبية تجربة الأمريكية فلاحظنا أنه ربما الحجر الصحي كان جاب ثمار نتعوه في أول الأمر في أوروبا أو لا في الصين مثلا لما قاموا بالحجر الصحي هو الحجر الصحي الفائد نتعوه هو كسر سلسلة العدوى أنه الإنسان لما يكون مريض لأنه المشكل في هذا الفيروس هو المرضى اللي حاملين للفيروس وما هو مريض لا عنده أعراض هما كثر يمكن يوصلوا حتى إلى 50-60% أو ربما 70% عنده الفيروس يحمل الفيروس ولكن ليس بمريض هذا الإنسان هذا لما يزاول الحياة نتعوه عادي فربما ينقل العدوى وينقل الفيروس إلى أشخاص واحدة أخرين إذن لما نقوم بالحجر الصحي هذا الناس اللي رههم مرضى وعندهم أعراض خفيفة ولا مرضى وما عندهمش أعراض رح يقعدوا في بيوتهم إذن هذا هو أنا من نظري يعني هذا رأيي شخصي أنه رح نكسروا سلسلة العدوى يعني اللي مريض ولا اللي ما عندهش أعراض رهوا في بيته اللي رهما يريدو يسلزم للمستشفى يروح للمستشفى نعم وأضيف أمر آخر أنه الآن دول أوروبية ولا أمريكا راه كين اللي بدأوا في الحجر بريطانيا في أندونيسيا في آسيا دخلت في الحجر الحجر الكلي بعض الدول دخلت في الحجر الجزئي وراه يتدرس الحجر الكلي لما ينجز يجي من وراه يعني من وكذا ولكن أنا نظن بأنه مناشر أن نروح بعيد على الحجر الصحي نعم دكتور مرابط أنا أنا نشوف لكل يعني كل دولة وكل مجتمع كل دولة بحسب الوضع الوبائي انتحار خارطة الوبائية يعني اللي لازم تكون موجودة وهذه أنا جدا عاود نقولي لأهمية التحريات الوبائية الميدانية يعني الخارطة بدون هذه التحريات ما نقدرش نديرها إذن كل دولة عندها خارطة ووبائية من خلالها كل شامل لمدة لا تقل على أسبوعين كين مناطق يكون فيها حجر جزئي حاب يقول ممكن ولاية مثلا فيها عشر بلديات خمس بلديات يتم حجرها كليا وخمس بلديات غير معنية تكون فيها حجر جزئي ولا لا حجر يعني تبقى الأمور عادية فيها نعم دكتور المعطيات الوبائية المدقق فيها هي التي توجهنا إلا كان المواطن ما نقول المواطنين كان حاب يبقى يعيش حياته سفا عادية سفا عادية يجب أن يفهم باللي إلا ما التزمناش بالإجراءات الوقت الوقائية وما احترم نهاش راح العدوة تبقى تمشي ورح نوصل إلى قرارات كما هذه وهذا كل وقت تغلق المحلات تحب يحبس تحبس وسائل النقل يحبس الحفاف يحبس اللي يخدم عنده طبع يحبن بياه في المرشي الدراسة وامور أخرى إلا كان هذا هو الشيء لنا نحبينه نبقى على وكل واحد شايف كل واحد تحكي معه هو الشاب يقول لك ما كاش الكوفيد بسحي يقول لك عمتي توفات مسكينة بالكوفيد وهي قاعدة في الدار بروا في المستشفى خالتي رهي كده يشكوا لي نقلهم هذا الفيروس أنت اللي نقلته لأنه بسبب تهون تانا وعدم احترامنا يعني يبقى الحل في يد المواطن بالطبع بالدرجة الأولى نعم الكمامة واحترام مسافة التباعد وغسل اليدين باستمرار إذن الدكتور لياس مرابط رئيس نقابة وطنية لممارسية الصحة العمومية ودكتور بوناب دكتور في الجراحة العامة شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا